شوفنا المطش بادئ المدرب الهلال بلعب بضغط عالي بجاية البابرة بطول الملعب وطول المطش بس هو يعني هو انا قوية نظر اللي هو ما عرفش يلعب المطش من البداية انت بتلعب ضغط عالي وما بتنفذوش كويس مساحات و مساحات بلعب من ال 18 لل 18 دي مشكلة كبيرة جدا الديفنس واقف هنا عند ال 18 وراس الحرب بيضغط عن ال 18 فبتلعب بالشكل ده كله لإما الديفنس بتاعك هو على نص الملعب وانت بتضغط عالي 18 عشان المساحات تبقى قريبة وما تدرش عشان بتهلكش في رقيتك عشان كده هتأخطأهم الدباية كتير هو المشكلة ان الاهلي كان بيبقى عندهم مساحات في الخروج بالكرة بتعمل الباص بتضرب خط كامل في خلاص الدرب بتبدأ بقى تتجمع وترجع وده اللي كان واضح في اول المطش في اول 10-15 دقيقة الاهلي ضايع عن 30-3 سهلين اللي هما يجوا في المساحات وانت كفرقة اصلا انت نازل انت عارف الطبيعي ان انت تمت في المطش وتمت في الملعب عشان ضغط الجماهير ده يبقى على الاهلي لكن انت مش قادر تعمل ده كمدير فن انت مفكرتش في دوت انت ستبقى مقفل المطش الجيم في الاول وبعد كده تبدأ واحدة واحدة تطمع في المطش وتطور لعبك وتلعب على المرتدة انت معرفتش تعملها لا وتوزع لياقة اللعبة بتاعتك على 20 دقيقة طبعا هو مقدرش يعمل حتة دي هو نازل فتح سيدرو وهو انا قلت هم خسرانين من التصرحات اللي بيقولوها من قبل كده من الفترات اللي فاتت عملين تكلمه كتير جدا كتير جدا اللي هم خسرانين يعني انا الفترة اللي فاتت دحكت برضو في تصرحات تقلت على لساني بيقولك احمد عيدا هيروح الستاد ويشجع له مهم لانه في ناس نسبت ليك الكلام ده وانت كتبت ده على السوشيال ولا كتبت ولا اي انا طلعت كدبت على السوشيال من الكلام اللي اللي كتب اتا ما تطرقتش لموضوضة اصلا اولا انا بتكلم في حتة اللي هنا انا بتكلمش اللي هنا او على السوشيال ميديا عندي فانا ما اتكلمتش في الحتة دي في ناس قالت كده فعلا ايوه انا ما اتكلمتش في الحتة دي اولا مش اندي مهم يا كماعة عشان انت خلا بينسب للكابتنا احمد عيد وهو ما حصلش وبعدين وبعدين انا يوم فكر اشجع فرا راح اشجع لهلال وانا عارف اللي هم هيتغلبوا انا راح اشجع سانداونز لا شجعك مرة الجاية لا انا اكسب لا الموضوع الموضوع الناس بتاخد تصريحات والناس بقى بتلف وتدور بيها عالسوشيال ميديا والموضوع يعني انت فكر طيب شفت ده فيديو لا ما شفته شفت ده وقت في على السوشيال ميديا معناها الاكاونتات بتاعتكم وطحة معروفة للناس كلها موسقة فانا طبعي ما تخدش تبص طيب يعني ما تخدش الخبر وتنقل وتمشي وتمشي وورا الناس يعني انت فاهم فالموضوع صعب جدا فهي تصريحات الهلال بقى اللي قبل كده لاتخذ ده ادتك الاحساس ده انه هيخسر المباراة ادتني اللي هو هيخسر وهو فاتح سدره جدا وعمال يتكلم في كل عمل تتكلم عمل تتكلم وهي القرى عقبتهم في ضربة الجزاء يعني هو القرى عقبتهم في ضربة الجزاء اللي هما ضيعاهه في اخر دي اديات عقبتك خلاص في المجموعة وللمطش كان هو بقى عادي جدا مطش الزمالك والمريك ايه ما بقولك هو اللي عمل كيمة للمطش ضربة الجزاء اللي ضاعت يعني انت تخير عمل كيمة للمطش ورجع الاهل للبطولة بشكل كبير جدا وكمان يعني ايه اتمنى اللي هي تبقى بداية بقى لعودة الجماهير للفرق كلها بنفس الاعداد بس هو الكلام كله ان دي كانت تجربة ونجحت هيحصل ده ان شاء الله ما هي نجحت من سنتين ثلاثة لا خلاص دلوقتي يعني بشكل واضح في 2019 في الكنفدرالية الزمالك 100 الف وكان في سيام وفي رمضان والناس راحت ستاد بورج العرب لا اقصد ان المراضي كان فيه وعد بكده يعني المراضي كان فيه وعد واضح بكده وربطة الاندية قالت لنا كده فاعتقد ده تبقى نقطة انطلق للجمهور اتمنى كابتن سيد الضغط العالي بالكلام لك كابتن احمد عيد كولر قابله كويس قابله بشكل جيد ومدرب الهلال بأمانة ساعده بيلعب في مساحة من 18 لل18 ده صعب جدا في استاد الكهرب زاد فيه بعض الملاعب يعني واسعة يعني استاد الكهرب من الملاعب اللي ما ينفعش تلعب فيه في مساحة كبيرة جدا بتلعب من 18 لل18 ده مساحة كبيرة جدا فانت معظم لعبتك خلاص مجرد لعب من نادي الاهلي بيأمل بصح انت خلاص عدت نص الملعب وعدت مساحات كبيرة جدا ومعظم الوقت واحد بالدواحد كده فارق بقى استاد السلام او استاد الاهلي طبعا وعن استاد الكهرب استاد الكهرب عن اي ملعب في مصر استاد الكهرب عن اي ملعب كان الكلر كان عنده حق في الطلب ده طبعا استاد الكهرب وفريرا بقى ربنا ننحم ايامه كان عنده حق لان حتى الزمانك لما حبي يغير استاد الكهرب قالك لا هو ملعب انت فرق تلعب على المكسب على طول عز ملعب في مساحات على طول انت اي فرق افريقية هتلعبها في استاد الكهرب يعني لعيبت النادل قالي أنا شايف يعني أنت كمان تخيل مبارح لو أحمد عبدالقادر في حالته شوف أحمد عبدالقادر مثلا جاله كم مرة واحد بده واحد مش قاله خمس ست مرات في وقته لاي الجيد كل كرة واحد بده واحد تخيل لو أنت بتعدي صح هتلاقي هتروح بانفراضات وهتروح وهتعمل سبرينتات كتير جدا فأنا بقولك لا المدرب الهلال يعني ما تعملش بشكل جيد إنما كولر يعني أنا شايف من الإيجابيات بتاعته يعني هي نقطة إيجابية وفيها بعض السلبية شوية هو اتأخر في عبدالقادر وقفشة بس النجاح أنه غيرهم واللي نزلوا مكانهم قدوا أداء جايد جدا وخصوصا حسين الشحات وحسين الشحات برضو لازم نتكلم عليه بشكل كويس لسبب عدنا فترة كبيرة جدا حسين الشحات كان من أقل اللعيبة اللي في النادل أهلي الفترة الأخيرة حسين الشحات قبل الإصابة وحتى ما رجع من الإصابة من أعلى اللعيبة في النادل أهلي أخد بالك هو الجحات بقاله فترة كمان غير ظروف وفاة والده ورجع في بهذا الشحات ومركز بهذا الشحات وغير حسين الشحات اللي كنا بننتقده يعني هو كان على طول بلع فردي ما بيبصيش ما بيلعبش السهل هو لأ مبارح من أفضل الدقيق اللي لعبها من أفضل الحاجات اللي بتعاون مع كل الفرقة بيفنش بشكل كويس نزل عمل فرق كبير جدا فدي من الحاجات الإيجابية لحسين يعني بقاله فترة ماشي بشكل كويس على العكس تماما بقى تلاقي بعض اللعيبة تلاقي أفشة تلاقي عبدالقادر بعاد تماما يعني هما لو في حالتهم كان فرق مع النادل أهلي حتى عمر السولية ما كانتش في حالته شوية عمر بس مش في حالته بس لعيب بيكون كويس فترة فممكن يقل مطشين إنما تخيل عبدالقادر مثلا بقى له فترة من بعد كاس العالم الأندية من بعد آخر مباراة في كاس العالم الأندية بقى له فترة أفشة برضو نفس الكلام بقى له فترة والمطشات اللي زي دي أنا بشوفها يعني هي مصصعبة يعني طول الأربع اللي قدام دول أسهل مطشات ليهم اللي بتنعبها في السطد الكهيرة في مساحات وناس سايبالك يعني بس دي أسهل مطشات لي اللي هو ده أنت مفروض تستمتع يعني تطلع أهل حاجة عندك احنا على طول السنة اللي فاتت كنا بننتقد إيه الأربع اللي قدام في النادل أهلي نقول ما بيجيبوش جوان ما بيعملوش جوان شوف مباراة وكهربا ونسجل حسين الشحات بولين وبرستاو عامل جول هو ده طبيعي هم دول الطبيعي كمان خد دور أفشة كده في شوية كم يزيد مروان من أهم اللعيبة مباراة ومن أفضل اللعيبة بس نمتكلم عن الأربع اللي قدام دول يعني معظم الوقت لازم بقال يوم لازم بعمل أسست جاي بقول ما ينفعش يخرج الأربع دول يخرجوا وممتش وما مش هاملين حاجة فأنت مش هتكسب طبيعي لو الأربع اللي قدام مش مميزين